يدفع السوريون المقيمون في محافظة الحسك شمال شرقي البلاد حيث يتقاسم الأكراد وكوات النظام السوري السيطرة ثمن ازدواجية السلطة إذ تفرض عليهم خدمتان للعلم والاستحصال على رخصتين قيادة ودفع ضرائب للجانبين وانسحبت قوات نظام السوري تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في العام 2012 لكنها احتفظت بمقر حكومية وإدارية وبعض القوات لسيما في مدينتي الحسك والقامشلي ولا تزال تقدم الخدمات فيها كالماء والكهرباء والاستشفاء وتدفع رواتب الموظفين الحكوميين وبعدما ظل الأكراد لعقود مهمشين في سوريا بدأ نفوذهم يتصاعد في مقابل تقلص سلطة النظام وظهرت وحدات حماية الشعب إلى العلن وحملت السلاح للدفاع عن مناطق الأكراد في مواجهة فصائل من المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية كل سكان مقاطعة الجزيرة عرب كرد السريان من عمر 18 لعمر 30 لازم يعملوا هذا الدفتر ولا يخدموا أو يتأجلوا يعني ودفاترنا غير دفاتر النظام إن دفاترنا الحال نحن هنا دفاترنا الحال ويروي تجار لفرانس بريس أن أصحاب المحال الواقعة في مناطق سيطرة الأكراد يمتنعون عن تسديد الضرائب للحكومة والعكس صحيح بالنسبة إلى المحال في مناطق سيطرة الحكومة لكن أصحاب المحلات الموجودة في مناطق النفوذ المتداخلة يشكون وضعا صعبا وتتعايش مؤسسات الحكومة وأجهزتها مع الإدارة الذاتية من دون صدام في مدينة الحسكة وفي مناطق أخرى من المحافظة بينما يتحمل المواطن عبء وجود سلطتين بظل تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام